طب انت عارف انك لو بتاخد حديد مقويات حديد اقراس فيها حديد او اطفالك بتاخد حديد البراز بتاعهم ممكن يبقى سود دي حاجة طبيعية بتحصل مع الحديد فما تقلقش لو لقيت البراز بقى سود كمان ممكن الى حد ما يعمل امساك شوية فبرده تبقى واخد بالك من الموضوع ده ولو الامساك شديد ترجع للدكتور بتاعك وانت كدكتور لو جالك مريض وقالك انا عندي براز اسود فطبعا كلنا بنخاف من ملينا اللي هو النزيف اللي في الامعاء ويتهضم الدم وينزل اسود فاول حاجة اسأل المريض الاول انت بتاخد حديد ولا لا لانه لو بياخد حديد فغالبا البراز اسود ده نتيجة من الحديد اللي بياخده كمان هيكون البراز متماسك او هيبقى زي الامساك اما الملينا بتبقى زي الاسهال يعني فخد هستر كويس واسأل العيان بياخد حديد ولا لا بس كده